بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طيب يا زملاء اخوة كثير سألوني عن السيناريو اللي أنا توقعته وفيه بطلة بتكويني لتقريبا مناطق 20 ألف ممكن 30 ألف وممكن إلى 17 ألف أو 18 ألف طبعا يا اخوة احنا بنشتغل على معادلات زمنية معينة وعندنا فريكتالات كصيرة وفريكتالات متوسطة وفريكتالات بعيدة المدى ان شاء الله في هذا الفيديو راح أوضح لكم أنا ليش حذرت الزملاء من سوق العملات في الفترة القادمة طبعا أنا ما راح أذكر أو أشرح كيف نستخرج المعادلات أنا راح أوريكم فقط الفريكتالات جميعها إيش أعطتنا طيب يا زملاء أنا في البداية راح أخذ الفريكتالات جميعها تمام راح أخذ الفريكتالات جميعها بهذا الشكل هذا الفريكتال هذا الفريكتال على المدى البعيد يا زملاء تمام على المدى البعيد هذا الأول طيب نصغر الفريم ونخلي الفريكتال كما هو اللي أخذناه الآن وبعدين راح نطبك الفريكتالات جميعها نشوف إيش أعطتنا يا زملاء أوكي طيب أيضا هذا فريكتال متوسط عندنا هذا فريكتال متوسط وأنا أسبق وذكرته في الفيديو الماضي وعندنا الآن فريكتالات قصيرة أو فريكتالات قريبة كلها تؤكد يا زملاء أنه السوق الفترة القادمة فيه هناك تصحيح عنيف جدا وجميع المعادلات هذه يا إخوة مبنية على معادلات في الهندسة الكسيرية وهذا أيضا فريكتال وأيضا نروح على الفريكتالات القصيرة جدا على الفريكتال الصغيرة كل الفريكتالات تؤكد أن البتوكوين لديه خبوط قوي جدا إلى مناطق تقريبا العشرين والخمسة والعشرين بشكل عنيف هذا الفريكتال الأخير الآن يا زملاء كم عندنا فريكتالات؟ عندنا الآن تقريبا أربعة أو خمسة فريكتالات أوكي خلونا نطبق الفريكتالات الآن جميحة هذه الفريكتالات اللي احنا أخذناها هذا واحد اثنين ثلاثة باقي الفريكتال البعيد لحظة على أساس تكون الصورة واضحة يا زملاء أوكي وهذا الفريكتال على المدى البعيد الآن حنبدأ من الفريكتالات الأكبر اللي هي على المدى البعيد ومن ثم ننتقل للفريكتالات الأصغر ونشوف إيش أعطتنا يا زملاء ونشوف إيش أعطتنا يا زملاء ونجنب أحد إن شاء الله الخسارة في الفترة المقبلة هذه الفريكتالات الصغيرة وهذا الفريكتال المتوسط وهذا الفريكتال على المدى البعيد ما زالت في مواضعها الآن نبدأ نطبق الفريكتالات يا أخوة أول الفريكتال على المدى البعيد على الأسبوع نخليه هذا الفريكتال لاحظوا نسبة التطابق يا زملاء هذا هو لاحظوا هذا أول فريكتال على المدى البعيد التفاصيل كلها موجودة أمامكم تصحيح ومن ثم التذبذب العرضي اللي احنا فيه الآن ومن ثم هبوط عنيف جدا خلص نلغي هذا الفريكتال يا أخوة ونصغر الفريكتال نروح للفريكتالات الأصغر أوكي ما زالت معانا الفريكتالات الأصغر موجودة في أماكنها طيب عندنا هذا الفريكتال اللي أنا تكلمت علي يا زملاء في الفيديو السابق تمام هذا هو الفريكتال شوفوا يا زملاء طبعا في الفريكتالات الكبيرة لا تبانى التفاصيل هذه يا زملاء أنا ممكن الآن لو أصغر الفريكتال هذا التصحيح اللي صاير الآن ما هو موجود في على الشارت لو كبرنا الفريكتال لكن الفريكتال الرقمي راسم للتحرك بنسبة كبيرة جدا والهدف زي ما أنتوا شايفين معطينا إنه في خبوط إلى تقريبا 20 ألف دولار للبتقوين طبعا الفريكتالات يا زملاء خلاص نلغي هذا الفريكتال نكون خلصنا من هذا الفريكتال وننتقل لباقي الفريكتالات اللي عندنا طبعا الفريكتالات زي ما خبرتكم يا زملاء هي مبنية على معادلات زمنية دقيقة جدا تكون نسبة النجاح أكبر كل ما تطابقت الفريكتالات يكون نسبة النجاح أكبر يا زملاء نرجع الآن على الفريمات الصغيرة على الخمس دقائق نشوف إيش أعطانا الفريكتالات على المدى القصير أو على الفريمات الصغيرة لاحظوا الدقة يا زملاء هذا عندنا الفريكتال هذا نحن الآن في هذه المنطقة طبعا حتى لو كتبنا شراء يا زملاء الشراء من مناطق 40 ألف وست بية ممتاز جدا يعني بأهداف قصيرة إلى تقريبا 42 وبعدين في هناك تصحيح ومن ثم صعود لكن بعدها لاحظوا شوفوا كم الهدف يا إخوة نفس الكلام الفريكتال معطينا أنه في عندنا هبوط إلى تقريبا 20 ألف أو 22 ألف شوفوا المناطق اللي كلها الفريكتالات متفقة على هذا الهبوط طبعا الفريمات الصغيرة هي تعطينا الأزمنة للانعكاس بدقة أكبر من الفريكتالات البعيدة أو المتوسطة طبعا هنا محدد لنا أنه تقريبا يوم 29 نكون على حذر يعني ابتداء من يوم 27 تقريبا إلى يوم 30 أبريل الحذر من هذه المنطقة يا زملاء أوكي طيب ننهي هذا الفريكتال زي ما تحدثنا أنه أقصى مناطق مثلا للأهداف أنا أشوفها أنت مثلا 44 بغض النظر إذا زاد السعر مثلا إلى 45 لكن تعتبر مناطق يجب الحذر منها بشكل كبير مع أني أشوف أنه 23500 تعتبر هي أفضل مناطق للخروج أوكي يا زملاء نلغي هذا الفريكتال ونشوف آخر فريكتال اللي هو هذا شوفو الصغير جدا إيش أعطانا أنا لو أجي أفتح الخمس دقائق نخلي 30 دقيقة طيب هذا الفريكتال يا زملاء نشوف إيش مطينا لاحظوا أيضا هم متفقين على أنه قد تكون مناطق 4500 40 400 هذه المناطق بتكون مناطق شراء عند عودة السعر إليها بأهداف زي ما خبرتكم أنه 43 40 تقريبا و 500 هي أفضل مناطق للخروج من الشراء لكن زي ما إحنا ملاحظين إحنا لو مددنا الفريكتال شوي الأساس نخليه أكثر منطقية مع الفريكتالات الباقي اللي صارت بنلاقي إنه معطينا أيضا من يوم 25 يجب الحبر من السوق كلهم متفقين على أفوا على الهبوط يا زملاء إلى مناطق 22000 على هذا الأساس يا زملاء أنا حبيت أنبه إخواني على أساس لأنه الهبوط رح يكون قوي أكيد رح يسحب الماركت كامل إن حصل هذا الهبوط واتفاق الفريكتالات على جميع الفريكتالات في المدى البعيد والمتوسط والقريب كلها تؤكد يا زملاء إنه ما زال هناك موجة هبوط عنيفة ما أعتقد أني بتكون تصحيح لكن أكيد بتسحب الماركت كامل وزي ما شفته في الفريكتال الأول إنه بعدين عند مناطق 22000 بيكون فيه صعود إلى تقريبا إلى 80000 وفق تمام هذا ما حبيت أن أطلعكم عليه يا زملاء زي ما تحدثنا إنه مناطق 23500 4500 4500 4500 4500 هذه تعتبر مناطق الحذر من السوق بشكل عام يا زملاء أتمنى إن شاء الله أني أكون وضحت وربنا لا يخسر المسلم إن شاء الله وربنا يوفق الجميع في أمان الرحمن في أمان الله شكرا